شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للاستفادة من المنظومة المتكملة بمنطقة الفجير البترولية وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط تأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية واستغلال البنية التحطية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والساعات التغزينية والأرصفة البحرية وذلك لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية تتضمن وذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشركات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع المواردين العالميين من شركة النفط والغاز ومن خلال تقديم ميزة تنفسية للهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية وأيضا إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق دخل استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة لزيادة ترجمة نانسي قنقر